السلام عليكم صباح الخير زيكم شباب النهاردة نتعلم مع بعض الاشارات المستخدمة للتواصل بين اخصائي او مهندس المساحة وما بين المساعد في العمل المساحي التواصل مهم جدا بين مهندس المساحة وبين المساعد الخاص به ودور المساعد كبير جدا في انهاء وضقة العمل زي ما مهندس او خصائي المساحة عليه خمسين في المية زايد الجهاز المساعد زايد البرزم او العاكس عليه خمسين في المية تمام والمساعد الشاطر رح يكون ان شاء الله مهندس مساحة شاطر فانت لازم تكون على علاقة طيبة بالمساعد بتاعك وتعلمه دايما وما تبخلش عليه ولا خيرة فيك اتمعين تمام دي حاجة تاني حاجة لازم تكون على تواصل دايما بالمساعد الخاص بك فوسائل التواصل طبعا يئمة بالصوت يعني بالكلام يئمة بالاشارات التواصل اللي بالصوت لو المساعد قريب منك في حدود خمسة متر او عشرة متر تقدر تتكلم معه تمام لو ابعد من كده عشرين تلاتين ميت متر تقدر تتواصل معه صوتيا عن طريق اجهزة الاتصال في بعض المواقع بيسلمك وكي توكي بيبقى معك واحد والمساعد بيبقى مع واحد تاني بتبقى شبكة داخلية للموقع وافراد الشركة تمام دي حاجة تاني حاجة ممكن عن طريق الاتصال ممكن الشركة بتسلمك أي بتبقى فري اتصال ما بينك ما بين المساعد فانت بيبقى معاك يوم مساعد وبتتكلمه وتبتدي توجيه تالت حاجة عن طريق وسائل التواصل الجامعي زي الماسنجر او الواتساب او اي ربنامج بتقدر تتواصل معه كلها وسائل تقدر تتواصل معه انك توجه under President على النقطة اللي انت محتاجها ترفعها او تقوم بتوقيعها وبالذات في عملية التوقيع عشان تبقى النقطة متعلمة في مكانها بكل دقة تمام دي حاجة في حاجة تانية في بعض الاوقات الشركات مش بتسلمك اي حاجة من اللي انا قلتها في ناس تانية مش بتحب تتكلم كتير وهي بتشتغل وأنا منهم تمام فبفضل لغة الاشارة تمام خصوصا على مسافة بعيدة دي حاجة ثانيا وفر مجهود الكلام للشغل وركز في شغلك اللغة الاشارة مهمة جدا جدا للتواصل بينك وبين المساعد اللي شغال معاك لانه كل ما كان فاهمك اكتر كل ما هتخلص شغلك اسرع وبدقة اكبر اللغة الاشارة دي طبعا اول حاجة اللي هي الاتجاهات الاربعة لاما بتقوله اتجاه الى اليمين او الى اليسار او الى الامام او الى الخلف اتجه الى اليمين اتجه الى اليمين اتجه الى اليمين اتجه الى اليسار الى اليسار اتجه الى اليمين بسرعة اتجه الى اليمين ببطء القف اتجه الى اليسار ببطء اتجه الى الخلف اتجه الى الامام ناحية الجهاز 1 ملي 2 ملي 3 ملي 4 ملي 5 ملي 5 ملي الى الخلف 5 ملي الى الامام او بعض ملي مترات 1 سنطي 2 سنطي 3 سنطي 4 سنطي 5 سنطي 6 سنطي 7 سنطي 8 9 10 سنطي الى الخلف او الى الامام 1 سنطي 1 سنطي 1 سنطي 1 سنطي 2 سنطي 3 سنطي اتجه الى الخلف او الى الامام 20 سنطي 20 سنطي احرك الدراعي مراتين بديبقى 20 30 سنطي احرك دراعي 3 مرات بالشكل ده وهكذا 40 سنطي اما بالشكل هذا لو شايفك او بهذا الشكل اربع مرات 50 سنطي تقدر تعمله بهذا الشكل او 1.5 متر على طول بهذه الاشارة الى الخلف او الى الامام او الى اليمين او الى اليسار 1.5 متر 60 سنطي 60 سنطي الى الخلف او الى الامام 1 متر هذه الاشارة تعني 1 متر كل محرك ايدي اكتر بنفس الاشارة يعني معناها زود عدد المتر دلوقتي 3 متر 1 متر 2 متر ممكن اعمل اشارة اتنين او ثلاثة وبعد كده متر انت برحتك يعني 5 متر الى الخلف او الى الامام او الى اليمين او الى اليسار تمام كم بتعليم نقطة كم بوضع علامة كم بوضع علامة يارب تكونوا استفدتم من حلقة النهاردة كان معكم عمر صفوت من سيرفي مصر ويتفرجوا على الحلقات اللي فاتت واشوفكم على خير الحلقة الجاي سلام عليكم موسيقى 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 موسيقى